عزيزي طلاب الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض صفحة 63 و 64 من كتاب سلاح التجميز النشاط اللي معنا بيقول اقرأ الفقرة الاتية ثم اجب اجاب والدي خلق الله الانسانة قبقية المخلوقات كلها من ذكر وانثى ولا تستقيم الحياة بدون احدهما ولا يمكن لأي منهما ان يحل محل الاخر لكن ظهرت دعوات فاسدة منذ قديم الازل تدعو لمخالفة فطرة الله التي خلق عليها الدنيا رجال في ازياء نساء ونساء بمظهر رجال وهذا امر لا تقبله الشرائع السماوية جميعها ولا الاخلاق السليمة استخرج من الفقرة ما يلي فاعل فالفاعل هنا طبعا خلق الله الله هيبقى لفظ الجلالة وهنكتب الله علامة رفع الضمة زي ما احنا شايفيني عايز كمان جامع مؤنس سالم مجرورة كلمة المخلوقات المخلوقات هنا برضو جامع مؤنس سالم وعندي آآ تمام يبقى انا عندي كلمة المخلوقات تمام بعد كده بيقول لي اعرف كلمة الانسان كلمات تحتاخط خلق الله هو الانسان هتبقى الانسان مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة طيب آآ كلمة تانية لشهادة تحتاخط لمخالفة نلاحظ ان اللام حرف جر وهتبقى مخالفة اسمه مجرور باللام وعلامة جره القصرة بعد كده بيقول لي اجعل الكلمة الملونة مفرد واضبط اخرها ظهرت دعوات انا عندي دعوات هنا جمع وعايزها مفرد دعوات فاسدة تدعو لمخالفة فطرة الله فانا هقول هنا ظهرت دعوات فاسدة تدعو لمخالفة فطرة الله ظهرت دعوات فاسدة تدعو لمخالفة فطرة الله انا عندي كده النشاط اللي بعد كده اقرأ الفقرة الاتية ثم اجب اجاب ابي كما فعلت الان يا ولدي تحدث معي ومع والدتك ومدرسيك بما طراه غريبا عليك ويسير التساؤلات بداخلك ولا تخش شيئا فلن يمنحك الاجابة غيرنا ولن يدل لك على المعلومة الصحيحة سوانة شكرت ابي على شرحه بعد كده هنا الاسئلة بيقول لي اختر الاعراب الصحيح مما بين القوساني كلمة التساؤلات ومديني طبعا الكلمات اللي انا هعرفها او اختار اعرابها بنونين مختلفين كلمة التساؤلات في الجملة هنا فاعل ولا مفعول به ولا مضاف اليه هي مفعول به طبعا لان عندي هنا وهي يسير التساؤلات يسير فاعل يسير فعل والفعل ده من المستدد تقديره هو هو يسير هو التساؤلات يتبقى التساؤلات مفعول به المعلومة اسم مجرور لان زي ما احنا شايفين سباق حرف جر وهو على خط تحت المفعول به في الجملة الاتية شكرت ابي على شرحه شكرت فعل وفعل وابي هتبقى هي المفعول به بعد كده بيقول لي شارك تحدد السلوك الصحيح المتفق المتفق مع الفطرة السليمة وغير الصحيح مما يلي احنا نحدد السلوك الصحيح وسلوك غير الصحيح فهنا بيقول لي ايه صديق يحب تجربة كل الفكر التي يشاهدها على مواقع التواصل ده آآ يعني سلوك صح ولا خطأ ده سلوك خطأ طبعا خطأ غير صحيح اشترى اخي قمزة مطبوعا عليه شعار قوس كزح بستة الوان غير صحيح اشعر بالمسئولية عندما تتركني امي في المنزل واتصرف بحكمة سلوك صحيح اشاهد حفلا يروج لأفكار تخالف الفطرة السليمة لان فقراتي مسلية سلوك غير صحيح اشارك اصدقائي في تنظيم حملة توية بمخاطر الحرية المطلقة بمخاطر الحرية المطلقة ده سلوك صحيح بعد كده قيم نفسك اقرأ الفقرة التالية فكر الطفل الصغير في اضحاق اسرته فكرر ارتداء ملابس اخته الكبرى وادوات زينتها وعندما رأته امه اخذته جانبا بلطف وقالت يا بني لقد خلقنا الله زكورا واناسا ولكل مننا ملابس تناسبهم فيجب ان نحترم تلك الفطرة تستطيع ان تختار طرقا اخرى في المزاح ولكن يجب ان يكون اختيارك متوافقا مع شرائعنا وثقافتنا حتى تستقيم حياتك فهم الصغير ما تعنيه امه واعتذر لها ووعدها ان تتوافق افعله مع الطبيعة التي خلقنا الله تعالى عليها استخرج من الفقرة ما يلي مراد في كلمة الطبيعة الفطرة وكل الكلمات اللي احنا نختارينها انشاءت دا تحتها خط في القطع مضادة تنحرف تستقيم اهي جمع شريعتنا شرائعنا شرائعنا اهي تمام بعد كده بيقول دع علامة صحة او خطأ اجبرت الام طفلها على التوقف على ارتداء ملابس اخته يا لم تجبره وانما كانت تحدثت معه بطريقة لطيفة آآ لكل مننا الحرية المطلقة في اختيار ملابسه خطأ طبعا احنا طبعا بنختار ما يتوافق مع الفطرة والطبيعة بعد كده اجب الدرسة التي تعلمه الطفل الصغير ان تتفق افعلنا مع فطرة الله التي فطرنا عليها النشاط اللي بعد كده اكمل الجمل بما هو مطلوب بين القوسين ومديني في الجملة الاولى نقط حموك رجلا طيبا وعايز فعل نازخ فكان حموك رجلا طيبا يظل المصريون وعايز خبر يكون جامل مذكر سالم يظل المصريون مخلصين وان عملتهم مخلصين لان ده خبر يظل المفروض يبقى منصوب آآ نقط يحب الخير للناس وعايز اسم الاسماء الخمسة ابوك بقى ابوك اخوك حموك اي واحد فيهم بس المهم تجيبه مرفوع فهنا بيقول لي نقط اثار مصر القديمة عايز فعل وفاعل فقول رأيته اثار مصر القديمة بعد كده خمسة صار الاطفال سعاداء وعايز صوب الخطأ هو هنا بيقول لي صارة الاطفال سعاداء لو لاحظنا هنا هنلاقي ابن صارة من اخوات كانة واسم كان المفروض بيبقى مرفوع هو جايبولي هنا منصوب فانا سحح واقول صارة الاطفال سعاداء نشاط اللي بعد كده اقرأ الفقرة ثم اجب اصبح العالم منفتحا مليئا بالافكار الجديدة ولاست جميع الافكار الجديدة مفيدة او تستحق التجربة بعضها قد يتناقض مع معتقداتنا وقيمنا الاخلاقية الحكمة ليست فقط في استقبال الجديد ولكن ايضا في التمييز بين ما يناسبنا وما لا يناسبنا استخرج من الفقرة ما يلي خبر لفعل ناسخ هي كلمة ممفتحا خبر لفعل ناسخ ممفتحا اللي هي دي هتبقى خبر اصباحة علامة اعرابة طبعا الفتحة اسم مجرور كلمة الافكار انا عندي بقى حرف جر ايه وممكن كلمة استقبال قبلها حرف جر برضو فانا عندي اكتر من حاجة ممكن انت ايه نجيبها اسم مجرور علامة جر هي القصرة طيب اعرف الافكار كلمة الافكار اللي تحتاخدت جميع اللي بعد جميع بيعرف مضاف اليه اي كلمة بعد جميع وبعد وكل بتعرف مضاف اليه يبقى الافكار مضاف اليه مجروره علامة جر هي القصرة كلمة التجربة اللي هي تستحق التجربة تستحق هي التجربة يبقى كلمة التجربة مفعول به منصوب علامة نص به الفتحة بعد كده الاخيرة ضع ان مكان اصبح وغير ما يلزم اصبح العالم منفتحا عايزنا اشيل اصبح وحط ان اه طبعا احنا عارفين ان عملهم الاثنين عكس بعض فانا عند ان اسمها بيبقى منصوب وخبرها مرفوع وكان واخواتها اللي منها اصبح بيبقى اسمها مرفوع وخبرها منصوب فانا هقول ان العالم مفاتحا كده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة اشوفكم الفيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته